مشاهدي قناة الحدث الإفريقي مرحبا بكم في هذا الموجز الرياضي قبل البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب لتسلكم الأخبار فور نزولها أعلن ندي مانشستر يونيتد الإنجليزي أمس التولداء تمديد عقد هدفه ماركوس راشفورد لمدة خمسة أعوام حتى 30 يونيو عفوين وثمانية وعشرين وتخرج راشفورد صاحب الخمسة وعشرون عاما من أكاديمية مانشستر يونيتد وشارك مع الفريق الأول في 359 مباراة بكل البطولات سجل خلال عام 23 هدفا منذ ظهوره الأول عام 2016 وخد راشفورد موسم مميزا في عام 2022-2023 مدى ما أحرز 30 هدفا وفاز بجائزة السيرمات باسبيل أفضل لاعب في العام بتصويت الجماهير وجائزة أفضل لاعب في العام بتصويت اللاعبين أبدأ مارسيلينو مدرب أولمبيك مارسيليا عجابا جديدا بالمؤهلات الفنية للثناء المغربي أمين حارت وعزدين أناحي متبرا إياهما بمثابة صفختين جديدتين للنادي وحسب ما ذكره موقع سبورت.fr الفرنسي فإن مارسيلينو يرى في المغربيين صفختين جديدتين للنادي بعد عودتهما من الإصابة وتعزيزهما الفريق خلال مرحلة الاستعدادات التي تسبق الموسم الكوروي ومن جهة أخرى عزد أنحي صفوف مارسيلية في الميركات الشتوي حيث خاض بضع مباريات مع النادي قبل أن يتعرض هو الآخر للإصابة على مستوى الأصبع خلال مواجهة المغرب والبرازيل وغيابه لما تبقى من الموسم وأضف المصدر ذاته أن اللاعبين ينتظران أول مباراة رسمية في الجولة التمهيدية لدور أبطال أوروبا من أجل تألق رفاة الفريق وتقديم الإضافة أفادت صحيفة سبورت الإسبانية أن المغرب بشادي رياد يقترب من الانضمام إلى نادي سبورتينغ خيخون على سبيل الإعارة وحسب المصدر ذاته فقد كان من المقرر أن ينضم شادي رياد إلى جولة برسلون الإدادية للموسم المقبل في الولايات المتحدة مبرزا أن اهتمام سبورتينغ باللاعب غير الخطط في الساعات القليلة الماضية بعدما تم فتح هذا الخيار ليكتسب اللاعب المزيد من الخبرة وأكدت الصحيفة الإسبانية أن تشافي إرنانديز مدرب برسلونة يسعى لتجديد عقد شادي رياد الذي لم يتبقى منه سوى عام واحد مشيرا إلى أن المفاوضات بين الطرفين تمضي قدما أعلن بيرلو كولينا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم أن كأس العالم لسيدات أستراليا نيوزيلاندا 2023 ستشهد تطبيق تقنية شرح الحكام من جماهير في الملعب والمشاهدين عبر شاشات التلفاز القرارات المتخدة بعد اللجوء إلى الفار وذلك لمنح المزيد من الشفافية وسيتم استخدام هذه التقنية لأول مرة من قبل الحكام خلال بطولة كبرى كلمونديال الذي سينطلقه بعد غدين الخميس على أن يختتم يوم 20 أغوشة المقبل وذلك بأستراليا ونيوزيلاندا ودعا كولينا جميع المتخبات المشاركة في مونديال السيدات لإظهار الاحترام لبعضها البد والتحلي باللعب النظيف مؤكدا أنه تم الاجتماع وتطرق لنفس الموضوع مع الحكام ومع كل الفرق شاهدين الكرام وصلنا إلى نهاية الموجزة الرياضي دم دم في أمان الله شكرا